هذا هو منهج السلف الذي لا نجاة لنا إلا بالسير عليه والصبر عليه ما هو العلاج للذي أصيب بالغم والكرب والحزن والأمراض البدنية وعلاج القلق والوسوس والعين والسحر حفظكم الله هذا لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مرضه نفسيا فيراجع الأطباء النفسانيين لأنهم يجدون له علاجا وإما أن يكون مرضه وساوس وهموم وأحزان من الشيطان هذا علاجه بذكر الله عز وجل وبالأدعية الصحيحة من القرآن والسنة وبالورد صباحا ومساءا وقبل ذلك بالمحافظة على الصلوات الخمس فإنها عاون للعبد على كل أموره كما قال جل وعلى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر